السلام عليكم و أهلا وسهلا فيكم أنا أخوكم محمد ناجي أهلا وسهلا فيكم في كورس جديد في كورس المرة هذه رح أشرح شغلة مختلفة عن الكورسات الثلاثة في القناة عندي كورسات الثلاثة اللي قبل كانوا كورسات تصميم لكن المرة هذه رح يكون كورس برمجة رح أتعلم مع بعض تقنية برمجة وليست لغة برمجة زي ما الشائع الناس بيحكوا عنها لغة برمجة ولكن هي تقنية برمجة رح أحكي مثال وتقريبا أغلبكم رح يعرف إيش هو إيش اللي بدي أشرحه أنا لو أنت بتستخدم فيسبوك أو تويتر ونزلت تويتر لما تنزل تويتر هل بتحتاج أن تستعمل ريلود للصفحة منطقيا هتحكي لا حتى لو تبقيتش عاش عارف قصدي لون انت ما تشوفش الصفحة بتعمل ريلود فالتويتر أو البوست بينزل بدون ما يعمل لود لو كمان أنت أصلا على محرك بحث جوجل ومجرد ما أنت بتكتب الكلمة اللي بديك إياها فتلاقي صفحة جست لست كيف الإش هدا العمل الموضوعات ها عملت بحاجة اسمها أجاكس أجاكس اختصار لأسينكروناس جاور سكريبت أند إكسامها طبعا في الفيديو اللي جاي راح أحكي بالتفصيل عن الأجاكس لكن خلينا أحكي لك بالمختصر أنه هي الأجاكس أنت تعمل شغلة معينة في الصفحة بدون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة من أول وجديد هتقول لي إيش فيه أمثلة على الموضوع هذا هحكي لك عد على إيدك الفيسبوك الإشعارات والبوستات والكومنتات والشاتينج هذا كله أجاكس تويتر التويت تعديل عليهم برضو فيه تشات في تويتر برضو أجاكس هتقول لي إيش كمان هقول لك جوجل ماب بمجرد ما أنت تعمل سيرش هيجيك اللوكيشن تبعك على جوجل ماب وأصلا وأصلا كمان السيرش تبع جوجل هذا كمان أجاكس وأي موقع فيه live chat هذا كمان يستخدم الأجاكس طيب إيش أهمية إيش أهمية يعني ليش أجاكس موجود في المواقع الكبيرة هذه باختصار أنه أنت بتطلب الصفحة مرة واحدة وبتصير أن أنت عندك تقدر تقدر تعمل كل العمليات والصفحة موجودة عندك على السيرفر فبتصير مش بحاجة تعمل reload للصفحة هذا باختصار طيب إيش آلية سيرنا في الكورس هذا في الكورس أنا مش محتفظ على مصدر أو اثنين على ثلاث مصادر يعني لو أنا حكيت كلمة رح تلاقيها أو في المصدر الأول أو في الثاني أو في الثالث المصدر الأول طبعاً إذا لم يكن لدينا أغلب منها سنعرفه موقع W3Schools W3Schools هذا هو الموقع الأول الموقع الثاني اسمه Tutorials Point Tutorials Point تمام هذا هو الموقع الثاني طبعاً كنت ستجدوا اللينكات في الدسكريبشن تحت الفيديو هذا والموقع الثالث موزيلا developer network هدول هما الثلاث مواقع أنا أعتمدت عليهم في الشرح طيب بعد ما نشرح الأجاكس بشكل عام بعد ما نشرح الأجاكس بشكل عام إيش بدنا نسوي رح نعمل تطبيق رح نطبق الأشياء اللي احنا تعلمناها في تطبيق وأكيد كلكم شوفتوه قبل هيك إيش هو بوستات الفيسبوك طبعاً الإنترفيس مختلفة لكن يعني أقرب ما يمكن الإشياء اللي بدي إياه أنا طبعاً أنا استخدمت الماتيريالايز أنا عملت كورس على الماتيريالايز استخدمت الماتيريالايز في الإنترفيس هذه فرح تلاقوا لينك الكورس في الدسكريبشن برضحت الفيديو هذا أوكي هنا خلوني أنا أكتب أي شغلة وأعتدر أنا أنه سكرتها هذه هي تماماً سيكون فينا اليوزر والتايم وعندها البوست وعندها الاكشن يا اديت يا ديليت لو دست على اديت سنجينا بالشكل هذا صباح الخير يا أصدقاء دغلة عربية أوكي دوس اديت طبعاً كل هذا بيصير بدون ما أعمل أي لود نعمل بوست ثاني وركزولي على الايكون هذه لأنه هيك عمل لود هيك ها هيك بيعمل لود لكن ركزوا الآن بدون أي لود هنا خلوني أنا أحذف هذا البوست خلاص نحذف بالشكل هذا نعمل اديت مرة تانية قليلاً صباح الخير اديت بالشكل هذا طبعاً في المثال هذا سنتعلم كيف نعمل أصلاً select نعرض البوستات الموجودة ونعمل insert وupdate و delete يعني العمليات الأربع على ال data base سنتعلمهم في المثال هذا هذا هو المثال هذا هو المثال الذي سنتقوم به في الكورس هذا سأأتي الآن لأسؤال ماذا يلزمني لكي أكمل الكورس هذا في البداية يلزمك تكون أكيد تعرف أنه css والشغلة الثانية يكون عندك basic للجافا سكريبت لأنه لا أحسرح اجكس باستخدام الجافا سكريبت تمام سيكون عندك basic جافا سكريبت وثالث شغلة كمان يكون عندك أساسيات php يعني ثلاث شغلات تلزمني في الكورس أجتمل css أساسيات جافا سكريبت وشوية أساسيات php لكن برضو ما تقلقوا الشيء يصعب عليه حاجة يكتبها في تلزمني في الكومنتات و سنشرحها إن شاء الله تمام أتمنى منكم تعملوا اشتراك في القناة و خليكم متابعين و بس بديكم منكم تسمحوني بس الفترة هذي عشان الصوت يكون مش واضح بسبب الأجواء والمرض و إن شاء الله في الأيام الجاية سيتحسن شكرا أتمنى منكم